أكدت دولة الكويت أن مسألة الأسرى والمفقودين الكويتيين وإعادة الممتلكات إبانا الغزو العراقي الغاشم أحد الركائز الأساسية التي تنطلق منها السياسة الخارجية للكويت جاء ذلك خلال انعقاد جلستنا لمناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة 39 عن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدات للعراق ومسألة المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى والممتلكات الكويتية المفقودة عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة تقرير الأمين العام التاسع والثلاثين حول عمل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في العراق ومسألة المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة والممتلكات الكويتية الوطنية بما في ذلك الأرشيف الكويتي حيث أكدت الموثلة الخاصة للأمين العام في العراق جنين بل أسخارت على أهمية مضاعفة الجهود والتخلص من البرقراطية تجاه ملف المفقودين الكويتيين ورعاية البلدان الثالثة والممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الكويتي حكومة العراق متزمة بهذا الملف ولكن لذلك هناك 308 من الأشخاص لا نعرف مكانهم والتقدم بطي لا بد من التخلص من العراق البيروقراطية ولا بد من متابعة المسائل غير المحسومة لا بد كذلك من مضاعفة الجهود لتحديد أماكن الممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك المحفوظات الوطنية إذن سيصب في مصحة الجميع أن يتم التحرك بإلحاح لإغلاق هذا الملف المهم وأكدت دولة الكويت أن مسألة الأسرة والمفقودين ورعاية البلدان الثالثة وإعادة الممتلكات الوطنية بما في ذلك الأرشيف الوطني هي أحد الركائز الرئيسية التي تنطلق منها سياسة دولة الكويت الخارجية خلال عضوياتنا غير الدائمة في مجلس الأمن وتحديدا أثناء رئاساتنا للمجلس في شهر يونيو من عام 2019 تقدمنا بالقرار 2474 وهو الأول من نوعه بشأن المفقودين وقت النزاعات المسلحة والذي حظى بإجماع أعضاء المجلس حينها ونتطلع إلى العمل مع جمهورية كورية التي سترأس المجلس في شهر يونيو القادم في الذكرى الخامسة لاعتماد هذا القرار ومع كافة أعضاء مجلس الأمن لنرى كيف أن نحيي هذه الذكرى وأعلنت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلسخارت أنها ستغادر منصبها في نهاية شهر مايو القادم بعد خمس سنوات من توليها المنصب ورحبت بالتقدم الملحوظ في ملف المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة والممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الكويتي أثنت دولة الكويت على عمل بيعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق وطلبت بمضاعفة الجهود لإغلاق ملف الأسر الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة والممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الكويتي من الأمم المتحدة أسامة عبد العزيز تلفزيون دولة الكويت